كم قصات تترى جاءت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرى للناس قصات وسينا تمحو مأسينا تزرح ينفينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإخواني وأخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع برنامجكم شيخ الأنبياء نوح عليه السلام ما زلنا في الدروس المستفادة من قصة نبي الله نوح عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام من هذه الدروس التي تستفاد من قصة نوح عليه السلام إنما تنصرون بضعفائكم لقد قال قوم نوح لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وبنحو قولهم قال قوم من هذه الأمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن سعد رضي الله عنه قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والعشي قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود رضي الله عنهم أنا وابن مسعود منهم وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء أي تدني هؤلاء الفقراء الضعفاء منك وعن خباب قال في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى قوله تعالى فتكون من الظالمين قال جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم يعني لما رأوا ذلك حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن تران العرب مع هذه الأعبد يعني مع هؤلاء الضعفاء العبيد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئ قال نعم قالوا فاكتب لنا عليك كتابا قال فدعا بصحيفة ودعا علي ليكتب ونحن قعود في ناحية فنزل جبريل عليه السلام فقال وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ الظَّالِمِينَ ثم زكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا لِيَقُولُوا أَهَا أُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ثم قال وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهَ الرَّحْمَةِ قَال فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَجْلِسُ مَعْنَا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تجالس الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني عيين والأقرع واتبع هواه وكان أمره فرطا أي هلاكا قال أمر عيين والأقرع ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا قال خباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركنا حتى يقوم وقال هرق لأبي سفيان وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت زكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل فالضعفاء وإن مقتتهم قلوب المتكبرين فلهم عندنا مقام فثبت عن مصعب ابن سعد قال رأى سعد رجي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم هل تنصرون إلا بضعفائكم فكم من نصر أو فضل عبر التاريخ نسب في الدنيا لأسماء بارزة من أعلام المجاهدين والعلماء والقادة وأما عند الله وفي الآخرة فقد يكون له سبب آخر خفي هو دعوة صادقة خالصة من رجل من أخبار الناس لا يعلمه أحد ولا يفطن أحد إليه كم من أشعس أخبار ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره هو فارس نعم ولكن ليس في الميدان هو فارس من فرسان الأسحار من فرسان المحاريب هو قائد النعم ولكن ليس في معركة الوغى وإنما معركته خفية هي معركة القلوب والإخلاص قلبه احترط واشتعل غيرة على دين الله ذرفت عينه وما معه من سبيل إلا سهم دعائه يرمي به يرمي به يرمي به إلى السماء يقول يا رب يا رب فتصل الاستغاثة ويأتي المدد وتنقلب الموازين وتتبدل مجريات الأمور في لطف وخفية من الناس وبغير سبب ظاهر لهم ولكن كل ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ويشهد لذلك قصة الحديث إذراء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لنفسه فضلا وسبقا طبعا ليس كبرا ولا غرورا ولا عجبا وحاشاه رضي الله عنه فإنه من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بل هو سادس من أسلم من المسلمين وأول من رمى بسهم في سبيل الله وفداغ النبي صلى الله عليه وسلم جامعا له أباه وأمه عليه الصلاة والسلام فقال في غزوة أحد يا سعد ارم فداك أبي وأمي وهو أحد الستة أصحاب الشورى الذين أوصى عمر رضي الله عنهم لأحدهم بالخلافة من بعده مناقبه لا تحصى يكفي أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولقد قال ابن مسعود أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرق هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وإنما استحضر سعد رضي الله عنه نعمة الله عليه ورأى ما خصه به من دون الكثير من السبق للإسلام والجهاد في سبيل الله رآها رؤية شاكر لا رؤية عجب وغرور قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولعل لما سيكون له من شأ ولما سيوليه الله من أمر المسلمين أراد معلمه صلى الله عليه وسلم أن يزيده علما وأدبا مع ربه أن يزيده هو ومن معه من المسلمين ومن وراءه بصيرة بفقه الأسباب الظاهرة والخفية وأن هناك أسبابا خفية أنجعوا وأشد وإن لم تشاهدها أنظار الناس بل وقد تكونوا هي السبب الحقيقي ورب ألف سبب لا خير فيه ورب سعي بغير بركة ولا ثمر ورب جهد جهيد يصير هباء منثور وما يعلم جنود ربك إلا هو ومن الأعاجيب إذ بعد أن حفظ سعد هذا الحديث في قلبه ظل مستحضرا إياه حافظا وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له أياما وسنين حتى جاءت اللحظة الفارقة لما فتح المداء أمام الفرس فصل بينه وبين المسلمين نهر دجلة نهر هادر لا يقل عمقه عن ستة أمطار وما من سبيل للمسلمين يخلصون به إلى الفرس فنظر إليه سعد وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم تدندن في أذنيه فخطب في أصحابه كما ينقل أهل السير وكان مما قال وقد رأيت من الأوفق أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم فقالوا جميعا عزم الله لنا ولك على الرجل فافعل ثم قال لهم قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان عبورا لا مثيل له في التاريخ عبرت الخيول سابحة وعلى رأسهم الفرسان يقاتلون أيضا من ذلك لما انعدمت الأسباب أمام موسى وبني إسرائيل ومن ورائهم فرعون وجنوده قال الله تعالى في القرآن في سورة الشعراء فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إننا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البح فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أيضا معركة تستر لما حاصرها المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه واستعصت على المسلمين ما كان معهم من عدة وعتاد ففطن بعض المسلمين أن من بينهم البراء بن مالك وقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كم من أشعس أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره فقالوا يا براء إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك لو أقسمت على الله لأبرك فأقسم على الله فقال رضي الله عنه أقسمت عليك يا رب أقسمت عليك يا رب أن تمنحنا أكتاف هؤلاء وأن تلحقني بالنبي صلى الله عليه وسلم فمنحوا أكتافهم فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا فيا إخواني يا أخواتي ليس الأمر دوما حسابات مادية فحس بل هناك أمور خفية قد تكون أنجع وأشد والضعف المقصود به في الحديث ضعف مادة ضعف أسباب وأما القلوب فهي دائما مستعلية بإيمانها وتقواها وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لا تخف إنك أنت الأعلى قوية بثقتها بالله وحسن ظنها بالله القائل أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي في رواية فليظن بي ما يشاء قوية بثقتها بمنهجها بدينها هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قوية بالتزام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى للحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع الدروس المستفادة من قصة نبي الله نوح عليه السلام فتابعونا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مأسينا تزرحا ينفينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم